اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جلالة الملك المفدى حده الله كلمة اعرب فيها عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة لزيارة روسيا وعلى حسن الاستقبال والحفاوة التي قبل بها جلالته وقال جلالة الملك المفدى لفخامة الرئيس بوتين اود ان انقل لكم تحيات اهل البحرين مضيفا جلالته لقد سعدنا اليوم بزيارة المعرض العسكرية الروسية الجيش 2016 واطلعنا على المنظومات العسكرية الروسية المتطورة كما اود ان اشكر نائب رئيس الوزراء لشؤون المجامع العسكري ووزير الدفاع على استقبالهم لنا بكل حفاوة وترحيم واكد جلالته بان زيارته حفيده الله لروسيا تأتي استمرارا لبنيناه سابقا من علاقات مشتركة طيبة وان ما اتفقنا عليه في السابق ولله الحمد هو في طريق التنفيذ معربا جلالته عن تقديره واعتزازه الكبيرين لفخامة الرئيس وحكومته في المنطقة واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودعمها في المجالات كافة في ظل روابط الصداق المتميزة والتعاون المتنام بين الجانبين واكد العاهل المفده اهتمام مملكة البحرين بتطور علاقاتها مع روسيا الاتحادية في كافة المجالات بالشكل الذي يحقق تطلعات البلدين والشعبين ومصالحهم المشتركة مشيرا جلالته الى ان التعاون الثنائي شهد نموا مضطردا خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية والثقافية والسياحية وشؤون الطاقة في ضوء برامج العمل المشتركة والموقع بين الجانبين وبحث جلالة العاهل المفده والرئيس الروسي الاحداث المستجدة على الصعيدين الاقليمي والدولي والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وجدد الجانبان التأكيد على اهمية صون الامن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على الامن والسلم العالميين ومكافحة الارهاب والتطرف واشاد جلالته بما شاهده في المعرض من عروض عسكرية حديثة مبديا اهتمام مملكة البحرين بالمنظمة الدفاعية المتطورة معربا عن اشادة بما تم عرضه من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون المجمع العسكري من استعداد روسيا للتعاون في مجال علوم الفضاء ووصف جلالة الملك المفدى محادثته مع الرئيس الروسي بانها بناء ومفيدة وستنعكس اثارها ايجابيا على صعيد توثيق علاقات البلدين الصديقين مشيرا الى ان اللقاء كان فرصة طيبة لتبادل وجهة النظر بشأن العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك شكرا 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 شكرا